نقول لحضراتكم أنه هناك قصف هو الأعنف على القطاع مع تعتيم كامل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذه العملية للغزو البري لقطاع غزة مفيش اتصالات مفيش انترنت مفيش كهرباء ويمكن دي حالة متعمدة طبعا علشان يخبوا على هذه المجزرة اللي ربما يعني أهلينا في غزة بيعيشوها دلوقتي ونتابع مع حضراتكم ويمكن كنا بنقول حضراتكم كمان أنه منذ دقائق كان فيه قصف على المستشفى الأندلسي أو الاندونيسي في فلسطين والحقيقة أنه حديث المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي اليوم عن تبرير قصف المستشفيات وكان الحديث عن مستشفى الأهلي المعمداني وانتقالا لمستشفى الشفاء اللي كان بيقول أنه بيتم قصف هذه المستشفيات لوجود قيادات لحماس وأنفاق داخل هذه المستشفيات في تبرير واضح لهذه الجرائم البشعة من قبل قوات الاحتلال خليني كمان أخذ مع حضراتكم كده قراءة لما قاله فديلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قال أنه ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في غزة من قصف مكثف وقتل وقطع الكهرباء والإنترنت إرهاب أعمى وانتهاك للمواثيق والأعراف القانونية والإنسانية وعلى العالم أجمع إدانة جرائم الاحتلال في غزة واتخاذ كل الإجراءات الحاسمة لوقفها فورا قال كمان أنه التاريخ لن يرحم كل من تخاذل في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء وكل من دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني وواجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حل فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يمارس ضده مجزرة إنسانية